ما هو مش فاهم وانا بعند ليه انت عارف كمان يا عبدالله في حتة برضو بيحصل فيها عند وندية لما تيجي مثلا الستة تقوله انا معزومة مثلا في عدم الاد واحدة صاحبتي خلاص وهو بيحب مراته بيغير عليه وهتلبس بقى دراس حلوة هتبقى امر فتقوله يقوله لا ايه لا ما فيش مرواح ايوة ليه ما فيش مرواحش ليه لا هو كده ما فيش مرواحه خلاص انا لما اقوله الكلمة تمشي لا اقنعني ما روحش ليه اكيد هناك بقى فيه ناس كذا وكذا وكذا ما بحبههمش ودول مش كويسين يطلع لها القطط الفطسة زي ما بنقولك مصريين في كل الكميونتي اللي هي رايحة معين معاين انا بالحالة دي حسنت قصادي لو قال لها بقولك انا بغير عليك خلصت الموضوع يا نهى رب يا دي يا جدعي يا نهى رب يا دي يا ستات انا بقول للرجالة انت عارف لما تقول لها كلمة زي دي هي وممكن ما تروحش خالص وما تتخنقش ولا حاجة خالصة ده جاي شوية من ثقافة ربنا عليها غلط ان الرجل اللي بيعيط ولا بيعبر ولا بيقول كلام حلو عشان ما يبانش ضعيف قدام الطرف التاني مع انك عايز تمتلك انسة لها الجوة قلبك بجد والعكس صحيح انا غيران من الناس الفلانية او من الحتة الفلانية عشان انت حلوة وامر وانا غيران عليك انا خاف حد يبصلك لكن مش لأه وده وحش وده وحشة والستة دي مش كويسة مش ده بيحصل يا عبدالله بيحصل وسياسة الامر الواقع اذا كان عجبك او اذا كان عجبك في النهاية بتؤدي ان الاتنين بيخسروا بعض ولكن احنا بناجل الخسرى شوية اشتركوا في القناة